تجنب الحر في الوقت الراهن في مدد وقت الهم لكن الامر مختلف بالنسبة للعوماني ينهجرينه it's important to recognize the symptoms of heat stress in yourself and others boss boss Hey mint it's a nice way to get to the water oh no I'm going to get my skin it's a good day what's in it ترجمة نانسي قنقر كان زوجه سيتا واسمه ذهان بهادور مغار وفي العام 2015 كان قد غادر للعمل في الخليج في السعودية أولاً ثم قطر لاحقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هناك أكثر من أربعة عشر مليون عامل مهاجر في الخليج معظمهم من آسيا وأفريقيا يأتون إلى هنا لإعالة عوائلهم في أوطانهم وقربت بأربعة عشر معظم الأزمان وقربت بأنظم الناسيات في الحصول على 2 دائما وقربت بأسنا وأتي تعالي بأنظم أدية على أدى موسيقى في أواخر سبتمبر 2019 عندما كان ديهان في قطر استضافت البلاد بطولة العالم لألعاب القوى وقد أثبتت السباقات أن أي قدر من اللياقة البدنية لا يحمي الجسم من الحر الشديد مرحباً ورحباً إنه وقت للمرحلة المرحلة هنا على المرحلة المرحلة من دوها المرحلة من كاتر فريق عداءات أثوبيا للمسافات الطويلة فاز بـ 26 ميدالية أوليوبية وهو من بين الأفضل في العالم 60 ألف دولار كانت قيمة الجائزة التي تنتظر الفائزة بالمرحلة كانت رتي آغا من بين الأوثر حظاً في الفمس أميلاً لدينا أشياء حقاً من المرحلة 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 وقبت للمرحلة المرحلة من الأول المرحلة المرحلة فقمت للمرحلة المرحلة أدريها أدريها إنه أعيره انطلق السباق في وقت يفترض فيه أن يكون أبرد عند منتصف الليل لكن في هذه الظروف الحارة والرطبة بدتوا كأن الحرارة قد تجاوزت أربعين درجة مئوية ترجمة نفس الشعب هذه الثلاثة التي تجاوزت أكثر من الهاتف ترجمة نفس الشعب هناك الثلاثة بحرورتي وغير في البحر مئوية التضيق المتحدة يتعاون في تلك المقبل المعامل للميزة المتحدة يكون مباشرة المتحدة ويحضر على منزل المقبل المطلوب يجب أن تفيدوا فيها أنتظر نفس الشعب بعد أربعين دقيقة فقط بدأت المتسابقات بالانهيار جراء الإجهاد بسبب الحال أدركت روتي أنها هي أيضاً قد وقعت في مشكلة أدركت روتي أنها هي أيضاً قد وقعت في مشكلة إجمالاً، خرجت روتي أنها هي أيضاً أجمالاً، خرجت روتي أنها هي أيضاً أجمالاً، خرجت روتي آغا و روزة دارجة أجمالاً، خرجت من الماراثون نحو نصف المتسابقات أجمالاً، خرجت روتي آغا و روماً أدركت روتي آغا و روى مرتينة أراك شعر سيتا والتي غادر زوجها دهان نيبال إلى قطر تزور أهل زوجها في قريتهم النائية فبعد زواجهما كانت تعيش سيتا مع زوجها هنا وكان دهان يعمل في حق للأسرة ولكن كان صعبا عليه تلبية متطلبات العيش موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى قريب موسيقى 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 محمد العبيدلي مسؤول في الحكومة القطرية ويعمل في القسم المسؤول عن العمال المهاجرين فالعمل ممنوع نهائيا خلال فترة الصيف هذا نحن نأكد عليه للمرة الثانية والثالثة لو عامل واحد عندنا توفى موسيقى هذه تعتبر إشكالية كبيرة سواء واحد أو ألف أخبرنا السيد العبيدلي بوفاة ذهان وبأن أسرته والأطباء يعتقدون بأن سببها هو الحر في حالة فعلا ما ثبت أن نتيجة الوفاة تعرض العامل لأشعة الشمس وكان يعمل تحت أشعة الشمس تكون هناك عقوبات للشركة ويتم تعويض العامل بالإضافة إلى جميع العمال في دولة قطر قطر أمودّو أن يكون هناك طريقة الحالة ومن المدى أن يكون هناك طريقة الحالة وأن تكون هناك طريقة الحالة فإذا كان في شهادات الوفاة تم ذكر سبب الوفاة سكت قلبية أو أمراض أو يعني من أمراض القلب فهو أكيد رحيت كون سكت قلبية وماذقالب يعني إحنا في نهاية الأمر في عموم الخليج يؤثر الحر الشديد على عدد متزايد من الناس ما يعرض العمال إلى عجز في القلب وأيضا إلى عدة أمراض قد تغير حياتهم ماذا يمكنني أن أعجز أصدقاء فكرة يتبع حقوق فكرة يتبع حقوق فكرة يتبع حقوق سابدا ما بحر الگرنو صديق شر كوني بني بيالا مرقتي هنا شقني قريب دو دوشق بايولا بيجيان لي تاتو تابكرم لي ميرغولاما خرابي لامنشو عامل هينبهدو الرانا في الإمارات لعامين قبل إصابته بالفشل الكلوي كوني برعقتي ام بيلاد منو الأنعي قرآن سوف لفشل يمتعون لبنان شرط ترجمة نانسي قنقر 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 وهي مؤسسة خيرية تربطها علاقات مع العائلة المالكة القطرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر